في إطار الدعم والحماية واستكمال للاتفاقية الاستراتيجية بين واشنطن وبغداد أعلن تحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي عزمه إجراء عملية تبديل القوات المشاركة في التحالف والمتمركزة في العراق وبحسب بيان للتحالف أن عملية التبديل ستجري في القواعد العسكرية العراقية التي تضم قوات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف مضيفا أن القوات الجديدة ستتولى مهام الدعم والحماية وأكد البيان أن معركة مواجهة إرهاب داعش لم تكتمل بعد منوها أن القوات العراقية بدأت تقود العمليات ضد التنظيم فيما تحولت مهمة التحالف من القتال المباشر إلى تقديم المشورة والمساعدة والدعم دون المشاركة بمهام في الميدان من جهته أكد قائد القوى المركزية الأمريكية كينيث مكنزي أن تغير قيادة عملية العزم الصلب إلى قيادة ذات نجمتين تدل على التقدم الذي أحرزه حتى الآن في جهودهم لبناء القوات والمؤسسة العراقية وتبع مكنزي أنه بحلول الأول من كانون الثاني ستكون قوة المهام قد انتقلت من مقر قتالي إلى مقر يركز كليا على تقديم المشورة والدعم للدولة المضيفة في إشارة إلى العراق وجاءت تصريحات مكنزي خلال مراسم جرت ببغداد لترحيب القائد الجديد لقوة المهام المشتركة في العراق جون برينان بدلا من بول كالفرت في المقابل أكد برينان أن عملية العزم الصلب جاهزة لنقل الدعم الاستشاري إلى المرحلة التالية مع شراكائهم المقتدرين في قيادة العمليات المشتركة في العراق والقوات العراقية وقوات قسد لتحقيق الهزيمة الحتمية لداعش وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في يوليو الماضي أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام مهمتها القتالية في العراق لتباشر مرحلة جديدة من التعاون العسكري مع هذا البلد